موسيقى في تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية قال وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنكوف إن القوات الأوكرانية ستتضرب على دبابات ليوبرد إسنان القتالية الألمانية في بولهندا وكشف الوزير الأوكراني أنه أجرى نقاشا مع نظيره الألماني بوريسي بستوريوس بشأن توريد بلاده بدبابات ليوبرد إثنين الألمانية وأكد في تغريدة له على حسابه على موقع تويتر أن المحادثات مع ألمانيا ستستمر بالموافقة مؤكدا على برلين بالموافقة على إمداد أوكرانيا بدباباتها حثى ميخيلو بودولياك مستشار رئيس الأوكراني بولديمير زيرنسكي حلفاء بلاده على التفكير بشكل أسرع في زيادة دعمهم العسكري لأوكرانيا وذلك بعد يوم من إخفاقهم في الاتفاق على إرسال دبابات تطالب بها كيير وأوضح بودولياك أن حلفاء بلاده سيساعدون أوكرانيا بالأسلحة اللازمة على أي حل مشيرا إلى أنه ما من خيار آخر لإنهاء الحرب عاد في هزيمة روسيا وجهات نظر مختلفة أو ربما مصالح خاصة أشعلت الجدالة في صفوف حلفاء أوكرانيا وداعمها الرئيسيين انعكس في فشل القادة الغربيين للاتفاق على إمداد أوكرانيا بدبابات ثقيلة حرصا منهم على عدم استفزاز موسكو التي استخدمت سلاح الطاقة مؤخرا للضغط على الأوروبيين لقبول سياسة الأمر الواقع إزاء التطورات في كييف التصريحات الغربية بشأن دعم أوكرانيا عسكريا ارتطمت كلها بالانقسام الغربي وباتت السيناريوهات كلها مفتوحة بعد فشل وزراء الدفاع والقادة العسكريين من نحو خمسين دولة في الاتفاق على تسليم كييف دبابات ثقيلة من طراز ليبرد ألمانية الصنع لكييف وذلك خلال اجتماع دعت إليه الولايات المتحدة في قاعدة رامشتين الجوية في غرب ألمانيا وكانت تأمل من خلاله الحصول على ضوء أخضر من برلين لتسليم كييف الدبابات دبابات أبرامز الأمريكية الصنع وليبرد الألمانية كانت محل الخلافة فحكومة المستشار أولاف شولتز ترى أن من الأفضل تقديم الدبابات الأمريكية أما إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فترى أن تقديم الدبابات الألمانية لكييف سيكون أنسب وكل الطرفين تذرع بحجج فنية وكأن كل طرف كان يحاول عدم طوريد بلاده في معادة الدب الروسي والدفع بالآخر في وجه موسكو وبالرغم من اضطرار كييف لانتظار إجراء مزيد من النقاشات للحصول على الدبابات التي تطالب بها فإن الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد والدنمارك أصدرت إعلانات منفردة عن إرسال جحنات أسلحة كبيرة إلى أوكرانيا من ضمنها مدرعات وسواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة لكن المتحدث باسم الكيريملين ديمتري بيسكوف رد معتبرا أن الدولة الغربية متوهمة حول قدرة أوكرانيا على الانتصار على أرض المعركة يأتي ذلك واصل توقعات بأن يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعبئة مزيد من القوات أو لإطالة أمد النزاع مراهنا على عنصر الوقت في مواجهة الدولة الغربية التي قد يتراجع استعدادها للإبقاء على مستويات المساعدة الحالية لأوكرانيا قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن التحالف الدعم لأوكرانيا يزداد صلابة منذ أول يوم من بدء العملية العسكرية الروسية وأضاف بلينكين أن المساعدات العسكرية تستمر في التدفق على أوكرانيا وفق ما تحتاجه لافتا إلى أنه تم إرسال عدد كبير من دبابات برادلي وأن دول أخرى داعمة لأوكرانيا فعلت الشيء نفسه أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في القوات الأمريكية ديف باتلر أعلن أن الولايات المتحدة تركز حاليا على تزويد أوكرانيا بالذخيرة والأسلحة لمساعدتها على استعادة أراضيها وقال المسؤول الأمريكي إن أوكرانيا في قتال وجودي لدفاع عن أراضيها معتبرا أن أمام الأوكرانيين فرصة كبيرة للانتصار في الأشهر القادمة قال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدمون إن مسؤولي مجموعة السبع اتفقوا على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صدرات النفط الروسي في مارس القادم كانت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا اتفقت في ديسمبر الماضي على وضع حد أقصى لسعر الصادرات البحرية من النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل في إطار العقوبات الغربية على روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اتهم البيت الأبيض كوريا الشمالية بمواصلة دعمها للعمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا من خلال توفير الأسلحة والذخيرة وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كاربي أن صور للأقمار الصناعية نشرتها الحكومة الأمريكية تظهر قطارات روسية تسافر إلى كوريا الشمالية في 18 نوفمبر وتعود إلى روسيا في اليوم التالي محملة بحاوية أشار كاربي إلى أن الصور تظهر التسليم الأولي للأسلحة الكورية الشمالية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي بيان قالت وزارة الخارجية الروسية ان الامم المتحدة تضع في بيانها دولا لا تواجه ازامات متعلقة بالامن الغذائي في قائمة المستفدين من اتفاق الحبوب لافتة الى ان الامم المتحدة تدعو لزيادة صادرات الحبوب الاوكرانية ولا تحرك ساكنا بشأن تصدير الاسمدة او المنتجات الزراعية الروسية بحسب البيان اعلنا عضو ادارة مقاطعة زابوريجيا فلاديمير روغوف اختراق خط دفاع الاول للجيش الاوكراني في عدة مناطق من المقاطعة مشيرا الى تواصل العمليات القتالية النشطة وقال روغوف ان خط دفاع الرئيس للقوات الاوكرانية يقع في كامانسكيا واريخوف موضحا ان المدينتين تقعان في الطريق الى مدينة زابوريجيا التي لا تزال تحت سيطرة كييف كشفا عن ان القوات الروسية تقدمت سبعة كيلو مترات وتعمل على تحرير سبع بلدات في مقاطعة زابوريجيا اعلن رئيس الادارة العسكرية لاقليم دينيبرو بيتروفيسك بجنوب اوكرانيا فالنتين ريزنيشانكو ان القوات الروسية قصفت الليلة الماضية حي نيكوبول التابع للاقليم بالقذائف والمدفعية الثقيلة وفي الوقت ذاته ذكر رئيس الادارة العسكرية الاقليمية في سومي ديماترو وان القوات الروسية شنت سبعا وعشرين غارة على بلدتين حدوديتين في منطقة سومي مشيرا الى استخدام القوات الروسية قذائف الهون لاطلاق نار على بلدة بيلو بيليا مما اسفر عن قوي الصبت الى ذلك اعلن رئيس الادارة العسكرية الاقليم دون سكا بجنوب اوكرانيا ان ثلاثة مدنيين قتلوا بينما اصيب اربعة اخرون جراء قصف الروسي اعلى الاقليم في المقابل قال مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فاسيلي نبانزيا ان الولايات المتحدة والنيتو يشاركان عمدا في جرائم كييف ضد المدنيين في ضنباس مشيرا الى ارتفاع اعداد الضحايا في ضنباس بعد تسلم نظام كييف الاسلحة الغربية بعيدة المدى اعلن ياروسلاف يانوشفيتش رئيس الادارة العسكرية في خرسون ان الجيش الروسي قصف خلال ساعات الاربع والعشرين الماضية منطقة خرسون ستا وثلاثين مرة واضف ان القصف الروسي اسفر عن اصابة اربعة اشخاص مشيرا الى ان عدة مناطق تعرضت للقصف باستخدام نظم مدفعية متعددة للاطلاق والدباب مما ادى الى تضرر بنا تحتية مدنية ومنازل لقد انتظروا على المدفعات ومنازلت كبيرا ترينها ولكن شخصي ومنان سألوك بخير لا يمكنك توقيت اشتري ترجمة نانسي قنقر